ستخاف من المستقبل إذا لم تفعل ذلك شيء يجب أن تفعل ذلك إذا كنت تشعر براسك مفرط بكثير ما هو المهنة لك؟ طالب يجب أن تقرأ و يجب أن تقلب على المعرفة و العلم يجب أن تضحي ما الذي نقول أن تضحيها؟ لا نجعلها في ذلك المفهوم ما الذي نرى في الأفلام بغياد البنت يجعل المستحيل لكي تكون الناس الآخر لا نجعل أي شخص يهدر معها أنا أستساعد نعقل الكبدة أو البنات نجعل المستحيل لكي نجعلها قريب لي و لا نجعله حتى بنتها تضحية؟ رأيها من جانب شخص لا يوجد الإمكانيات الكافية لكي تكرفص لكي يسهر بالليل الخدام و يفق في الصباح و في الوقت تنقص من عدد الساعات من النوم لا يقلش لا تعجبون منطقة الراحة The Comfort Zone النصف الثاني من كل مخلوق فوق الأرض ره مكتوب و لا ستقلب عليه حيث كله نصيبه ولكن رزقك يجب أن تقلب عليه لا يجب أن تقلس ما الذي نقول أن تقلس لا تنعني بيارك ضرب أبن عسى و لا تقلس عارفك تقرأ و تقلس مجهود ولكن أنا أريدك أن تزيد أكثر أريدك أن تضاعف المجهود و في كل أسبوع تشعر برأسك ستطلع النبو أكثر و في كل أسبوع يجب أن تقلس في مجهود في مجهود و في مجهود و في مجهود أنا أستطيع أن أحاول و أحاول أن أقوم لكي نزرع فيك الطاقة الإيجابية لأنها لديكم قدرات داخلية ولكن هذه القدرات تحتاج لكي تفعلها لكي تخرج و تبان و تظهر و بالتالي أخي و أختي من الذين تفرجوا الفيديو سأريكم كاملين و في الساعة تنظروا و تقوموا و تقوموا لكي تنجحوا و تصلوا إلى هدف و من الذين تقوموا تقوموا كن مساعد أنك ستجدوا كل شيء ستجدوا و تذكروا من المرال ليس سيساعدك و تبقى تعمل و تحارب معك و تشعر و تشعر و تشعر و تشعر و تشعر و يقول لك و ترتاح و تشعر و تعمل وبعد و ضربة و تبحث و كيف و تحدي و لم تتقوموا وكذلك تدمره جدا وكذلك تمشي معه وكذلك خاطره ومن يكذلك تقول ما درجت تلك الخدمه التي تريدني تحارب مع دماغك ومع نفسك والله لا يبغي لك الخير هذا الجوج وما تجعلهم شي يبقوا يتمرقون عليك وفي ما يقول لك دماغك باركة عليك ارتاح ولنفسك تقول لك سير الكمفرت زون قول لهم نا وعمروا وقتكم بالخدمه ومن يتوصل لدى نيفو ولا ضيعتي 30 دقيقة من وقتك ويفقى فيك الحال عرف رأسك 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 في الطريق الصحيح ولا خوف عليك ولا تحزن والسير يكمل وأي شيء ستأتي بالروتين تقرأ في وقتك كامل الصباح في عشية ودائما اليوم غضاء وكتبقى تضغط على نفسك أو دماغك حتى يولفو ويقول لديك شيء عادي وإذا لم تستطع تشعر بشكل كبير أنا كنت أضع لك هذا النوع للفيديو لن نحفزك دابا ونجد أن نجدك أورلين صافي مشات الموتيفاسيون وذلك الشيء الذي قلناه مشت بخار حيث كثيرا يتخيله رأسه بأن الهدف سيذهب بهذه الطريقة وبهذه الاستقامة لا يلقى لحفارة لمشاكين العراقين كل شيء مقاد لا يا صاحبي سيكون الناس الذين وصلوا بهذه الطريقة الذين يذهبوا منها عندما يصل هنا يجد فرق قدامه وكي يقطعها يجب أن يهبط ويتمرمد مزيان وبالتالي اي واحد فيكم من يكون خدامه ويتعكس لي شيئا أو يوقع عليه الدبريسيون وصافيح تقول سوف يزدي وليس لا يظهر وهذا شيء كثيرا لي يتفكر هذا الكوغ وراء هو الذي يجب أن الناس ناجحين وحتى أن إذا لم تستسلمت سوف تكون في الطريق الناجحين وليس في الخسران السحمادي ومستقبل ينتظرك إن شاء الله الله عمره ما سيخيب سوف تكون إن شاء الله ميور في بلادكم وإن حتى خارج البلاد لا تنسى إعجاب الفيديو ودعني في التعليق لا تنسى لا تنسى ومستقبل ظاهر إن شاء الله سوف تنسى المترجم للقناة المترجم للقناة